مساء الخير عليكم جميعا في الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن استمرار النادي في أنشطته وحفلاته وزيادة عدد الألعاب اللي بيمارسها الأعضاء زي الملاكمة والمصرعة واتكلمنا عن تنظيم اتحاد الكرة المصري لأول مسابق الدوري وكانت بطريق الدوري المناطق وبدأت بمناطق القاهرة واسكندرية والقناة في مسم 1922-1923 وتكلمنا بالتفصيل عن فوز النادي الأهلي بأول بطولة رسمية في تاريخه بطولة كاس السلطان حسين اللي فاز بها الأهلي يوم 10 إبريل 1923 وكان يوم مشهود الجمهور خرج من ملعب نادي السكة الحديد في شبرى وقبل ما يعدي كبري قصر النيل وقفوا عند سكنات الجيش الانجليزي اللي هو مكان جامعة الدول العربية دلوقتي وهتفوا باستقلال مصر وزوال الاحتلال الانجليزي وكانت أول تظاهرة رياضية وطنية في تاريخ مصر كان انتصار له دلالات سياسية لأن الأهلي كان أول فريق نشأته مصرية خاصة يفوز بالبطولة ومن هنا زاد ارتباط الشعب بالأهلي وزادت شعبية الأهلي أكتر وأكتر وأخيراً اتكلمنا عن تخصيص النادي الأهلي يومين في الأسبوع للمرأة المصرية تمارس فيهم الرياضة يومين محدش يدخل فيهم من نادي غيرهم من الصبح لحد الساعة 12 الدور وكان النادي الأهلي أول نادي يسمح للمرأة المصرية بممارسة الرياضة النهاردة مهم نتكلم عن تطور كبير في نظام الجمعيات العمومية للنادي الأهلي من أول جمعية عمومية للنادي والحد الجمعية العمومية اللي انعقدت في 24 نوفمبر 1922 كانت الدعوة للجمعية العمومية بتتم عن طريق لوحة الإعلانات في مدخل النادي وكان سكرتير النادي اللي هو المدير التنفيذي زي ما بنقول عليه اليومين دول بيقرأ تقرير عن حالة النادي بالتفصيل على أعضاء الجمعية العمومية يعني بيقرأ تقرير حالة الألعاب لعبة لعبة تقرير حالة كرة القدم وتقرير حالة التنس وهكذا وتقرير حفلات النادي وحالة النادي المالية إرادات ومصرفات وكل شيء واستمر النظام ده لحد الجمعية العمومية اللي انعقدت فيه 28 سبتمبر 1923 وهنا اتغير نظام الجمعية العمومية فبدأ العمل بنظام إرسال خطابات لأعضاء الجمعية العمومية اللي من حقهم يحضروها وكمال المرة الأولى يتم طباعة تقرير حالة النادي وتسليمه للأعضاء عشان يطلوا عليه قبل الجمعية العمومية وده كان تغير كبير هو اللي النادي شغال عليه لحد النهاردة ومش النادي الأهلي بس لا ده أنديت مصر كلها أصبح نظامها كده ترجمة نانسي قنقر